الآن إلى مصر مصر وفي رد فعل على الارتفاع الشديد في أسعار الأسماك أطلق مواطنون مصريون من عدة محافظات حملة لمقاطعة شراء الأسماك سعينا لمواجهة ما يرونه جشعا من جانب التجار هذه الحملة بدأت قبل أيام أو ثلاثة أيام بالتحديد انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي حيث دعا المشاركون فيها للتوقف عن شراء الأسماك لمدة أسبوع مع إمكانية تمديدها للضغط على التجار لخفض الأسعار طبعا وفقا للتقارير الإعلامية شملة الحمل مشاهدين أحد عشر محافظة منها الإسكندرية الإسماعيلية الشرقية بني سويف السويس البورسعيد أيضا وضمياط مما يعكس اتساع نطاق الاستياء والتفاعل مع هذه المبادرة وهنا نقرأ التعليقات عن الموضوع يعني تقول هنا التعليقات المقاطعة في بورسعيد امتدت لشم النسيم وإحنا الإسكندرانية جدعان رجالة وستات كلنا لازم نبقى إيد وحدة تعليق آخر تعليق آخر يقول طب بما أنه حملة مقاطعة السمك جابت نتيجة في بورسعيد أنا شايف أنه نبدأ نعمل مقاطعة لكل السلع اللي بتغلى ومش عايزة ترخص هنا أيضا تعليق آخر يقول خليها تعفن الغنى بالاستغنى الثورة على غلاء أسعار الأسماك هي ثورة شعب على الغلاء لابد من تكرارها على جميع السلع المبالغ في سعرها مثل اللحوم والدواجن حتى الحديد والإسمنت والسيارات لابد من توحيد الصف المصري في هذا الاتجاه إحنا شعب ملوش كاتالوج وبنعمل اللي إحنا عايزينه